يازم يونس وياسين وقافين قدام العربية وطبعا يازم متخربش من الضرب اللي اتضربه في الجام اما بقى ياسين فهو مسك دهره من الخبطة ها مين هيسوق انا مش قادرة سوق الوادي اللي شبه الجاموسة النيزلندي ده ضربني بوكس وقعت واتخبطت في دهري خلاص انا هتبرع وانا اللي هسوق ايه ده بقى وهتعرف تسوق ولا هتودينا في دهيا عيب عليك يا جدع ده انا كنت سوق قديم خلاص يا ياسين ادي له المفاتيح لما نشوف خد يا عم بس خلي بالك من شوشو ها ايه شوشو مين دي بقى عربيتي انا نسميها شوشو الحب ده العشق يا عم جاتك الارف فقسميك هي دي عربيات انت اصلا عمرك عرفت عربيات ولا حتى شفتها معلش يا استاذ يونس احنا اصلا مش من مستواك of course يا stupid ده انجليزة مرسي لا مرسي مشي مش موجود خلاص والله انعسل جدا مشي وسبوه بسبب القلش والهبل اللي قالو ايه مش هسوق ولا ايه ايه جدعان دحكتوا علي ولا ايه خد يالا انت وهو التلاتة رجبوا العربية ويونس بيبص عدريكسيون ايه بقى اعمل ايه بقى حد يقول اعمل كبسة يا لا ايه دا ام رز ولحمة بموت فيها ايه دا ايه دا ايه دا انت تعادت من الوادي ازا ولا ايه دوس بنزيني يا يونس ربنا يستر طريقك يلا يوه طيب يا جماعة هدوس بس خلي بالكم مني نعم يا اخويا مفيش مفيش يونس بدأ يتحرك ببط خطوة قدام وخطوة ورا ايه انت ساق جمال يا ابني في ايه يا زنقيل انا جليل تجاك حرام عليك منك لله ووه اسكتوا بقى انتوا قصلا ما تعرفوش حاجة دي تقنية جديدة في السواقة اه اسمها سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا ترو ترارارا على فكرة بقى انا ممكن انزل واخد ميكروباس لا يا عم خليك بس سوق كويس انا بطني قلبت يونس اتحرك تاني وبطقة قوي اه انا حاسس اني بقى لي كارد من الزمن اصدكرني من الزمن واتفر رابل كان معادي من دنبهم يا ابني الجزمة ما تعرفوش تسوقه ده تسوقه ليه ليه بتقرفونا ها 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 يا لهوي منظرك بقى تيت شفت جبت لنا الكلام يا عم هو اللغبي ومش بيعرف يسوق ها هو برضو بعدها بنتك اللي تمعدية وهو كان هيغبط فيها انت ايه اللي بتعمله ده ايه في ايه متاهد الام النضارة دي في ايه يا عم انت عمى مش هرد عليك عشانك واحدة نسوان على فكرة بقى انت مش محترم وغبي وما بتعرفش تسوق اف ايه ده هي بتقولي انا الكلام ده لا بتقول لامي يا عم حرام عليك في حد يعمل كده في انصر ايه زي دي طب كنت اقف كنت زبطتها يا زن انت حيوان كل همك الستات والسفالة يا سين خليه بطل ارف بقى وتهزئ فيا الله يونس يا حبيبي ما انت كنت لازق في البيت وكنت شوية شوية هطلعه على الرصيف من غبائك ده يو بقى كلكم بهايم 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 وبالذات الزفت اللي اسمه يا زن ده ولا ما تغلطش وبعد شوية صرخ يا سين في يونس اه ارحم امي المريضة وصرع شوية يا عم ياضي انت حمار سواء مفيش عربية عدت غل لما شتمتك طب والله يخسر فيك العربية النديفة دي انت اخرك توك 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 مكتوب علي كمان عسول بس مشغول وتشغل اغاني مهرجانات ما تتريقش يا حمار ده بدل يعني ما تشكرني اني انقصتك ده انت فعلا ما يتمرش فيك يلا كلنا نشكر يونس يا جماعة الله يخرب بيت فقرك انزل يا يونس انزل انا هكمل سواء قطر خيرك يا عم وبعد ايام فاطمة كانت بتتكلم مع ذات ودخل يا زن سمعليكو يا بنات وعليكو السلام ايه بيت مش بارمي السلامة بيت انا ولا ايه مش بتردي ليه مضروبة ده انا برضو المضروبة ولا انت هارفنا من يونس انك اتنفضت في الجام لا لا ما حصلش ده انا اللي ضربت العيل السيس دول يا شيخ روح انت شكلك ما يعرفش يضرب نملة اصلا يا زن زهل جدا وزاة قالت الحقيبت يا فاطمة ده زهل بجد فاطمة وهي بتغني عشان تصلحه بكلامك مش بترد مش غول طب ما تقول من هو بقول لأ انت تغيرت ما بقتش تحباني ما بقتش تحباني بعتلك على الواتساب ما شفتهاش لا يا شيخ اه والله وهكدب ليه علشان ما بقتش تحباني ما بقتش تحباني ما بقتش تحباني انا شفتك على الفيسبوك اشك تشك في ايه مش هارد ليه علشان ما بقتش تحباني ما باقتش تحباني ما باقتش تحباني عند الكام girlfriend ما قدرش ما تحورش ما بحورش وحول ليه علشان ما باقتش تحباني ما باقتش تحباني ما باقتش تحباني يلا يا زاد ما باقتش تحباني طبعا التالتة رقصوا مع بعض وفضلوا يضحكوا وفي المحاضرة يازال نيم كالعادة وياسين بيلعب في الموبايل ويونس مركز وده ياسين صح الحمر اللي بيشخر ده صوته عالي ياسين بص على يازن ورمع عليه الألم ايه فيه ايه البوليس جي شقة حتى أحلامك كلها لبش وشمال فوق ياض أمك هتتجوز أبوك لا ده بجد اطلع بره يازن آسف يا دكتور أصدقاتي الارسالة فيها مصيبة 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 ايه خير يا ابني فيه ايه أمي هتتجوز أبويا الدكتور بغباء ياه لا حول ولا قوة إلا بالله معلش يا ابني ما هي برضو من حقها تتجوز ولا إيه آه آه طبعا من حقها وده يازن انت دد حموم المرأة اسمها حقوق المرأة يا ابني انا معرفش عدت ازاي من ابتدائي أصلا ايه الغباء ده قالك غباء شوف هو الزكاء اللي بيشر منه قال أمه هتتجوز وهو صدقها عادي بس يالها يسمعك ها يا ابني عديت ازاي من ابتدائي أنا ما شفتش كوسة بقى يا عم طب بره يا لطيف طب بقولك يا دوك هخلي الواد يازن يقولك نقطة حلوة واتسبني عشان خطري الدكتور بتفكير ولو وحشة هنقصدك عشرين درجة تمام تمام اتفقنا ولا يازن على الله النقطة تبقى وحشة وربنا همشي وشك على اسفل سامع متخافش يا جدع ده انا برضو يازن ها ما ده اللي مخوفني يا خوية لا حوله ولا كوة إلا بالله والله العظيم دكتور تافا بطلاب أتفا وجامعة تافا بكل حاجة تافا انا مش مصدق نفسي بس يا لابومة انت تخرص خالص ونروح بقى على محاضرة البنات فاطمة قاعدة بتاكل وزاد كمان ايه بقى مين بيدرب كشري في المحاضرة عالصبح معرفش ايه الناس دي مفيش ايه مسئولية مين اللي بيأكل كشري في المحاضرة مش عارفة مفيش مسئولية مفيش دم الريحة قلبت معدتي مفيش ادب اطلعي برا انت واللي جنبك ليه يا دكتور احنا عملنا ايه بس برا انت وهي انا شايفك وانتوا اللي بتاكلوا برا يوه ما بقيتش عيشة دي يلا يا بنتي بدل القرف اللي احنا فيه ها خلاص خارجين الخمس شباب وقفين مع بعض وكان فيه اعلام متعلق لرحلة حلوة قوي ايه ده الجامعة عاملين رحلة يا جماعة بصوا الله ما تيجوا نطلع مع بعض بس يا بنت انت وهي عايزين تطلعوا رحلة فين انتوا هبلوا ولا ايه انتوا اخركم تروحوا جننت الحيوانات الرحلة قال ايوه بالزبط كده ما احنا هنروح عشان نزورك في بيتك ها 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 حلوة دي في منتصف الجبهة اه ما احنا جرين في جنينة واحدة ها 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 شيطان ياض ردتها لها ما هم مش بيشوف الشيطان غير الحمار تم قصف الجبهة بنجاح براو يا بت ما كفاية بقى استزراف يا جماعة عشان انتوا اصلا كلكم مقرفين ودمكم يلتش اه انا رأي كده كمان طب ما تيجوا نشوف الرحلة فين ايوه ايوه يلا بينا وقفوا قدام الاعلان وهما مبهورين رحلة الكورية الجنوبية اسبوع كامل ذات وفاطمة صوتوا وفضلوا يتنططوا في مكانهم وكانوا فرحانين قوي ما ليش دعوة انا رايحة وش الله اخيرا هشوف باك جيمين ده حبيبي انا بقى كيمني عمدون العشق بالنسبالي واو انا ممكن ابيها اللي ورايه واللي قدامي عشان بس اروح اشوفه اه مين يا بيت ده ده انا هوريكي وغطا اسكت يا غبي الغباء ده امسك نفسك يونس واقف يا عبل بس يا لا ده انا ابيها اللي ورايه كله عشانه بس يا ماما هو احنا حلتنا حاجة اصلا هنتصرف دي رحلة العمر ومين قالك اصلا اني هسمح انكم تسافروا طب والله لا سافر ما ليش دعوة وانا كمان هسافر اللي فات حمادة وكوريا حمادة تاني خالص ملهم دول عاملين كده ليه فيها ايه كوريا يعني فيها كتير كتير قوية يا يزن فيها بيتي اس وفيها بلاك بينج اه ولا مين يونكي بموت فيه انا بقى عايز اروح عشان احضر حفلة البلاك بينج عايز اشوف اليسا عالطبيعة يا جماعة اه اه مش دول بتوع مسلسل لعبة الحبار ايه هم دول طب تمام تعالوا بقى نلهب واللي هيخسر مش هيروح الرحلة تمام فاطمة وزاد صوتوا بحماس ويونس واقف بيغني الاغنية جوا جوا كوتيبية سوميندا جوا جوا كوتيبية سوميندا وهم وقفين وراه اول ما يلفوا وشه مش بيتحركوا واما يبص قدام يتحركوا بسرعة فدلوا يلعبوا لحد لما فاطمة وزاد كسبوا ويا زان وياسين خسروا طبعا الحكم عليكم حكم ايه عام ايه اللعبة الرخمة دي بس خلاص احنا نبيع عربية ياسين وانسافر نعم كله ايه شوشو ايه ده مين شوشو دي شوشو مين يا خاين يا غشاش يا كداب ايه شوشو العربية انا مش ممكن افرط فيها ابدا والنعمة مريض دي العشق دي الحب كله ايوا ايوا هم علاقة مقرفة كده ما تفهموش ليه والحد هنا خلص الجزء ده ويا ترى هيعملوا ايه لما يقابلوا البيتي اس وكامل فرقة البلاك بينك انتظروني في الحلقات الجاية كلها تبقى ضمار وما تنسوش لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة